السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده فيديو رقم ثلاثة من سلسلة فيديوهات تعليم البوربوينت طيب احنا وقفنا المرة اللي فاتت ان احنا عملنا انسورت او ادخال لنص وعملنا له فورمات وزبطناه طيب دلوقتي انا عندي خطوة تانية عايزة ادخل صورة تمام احنا قلنا ان احنا اي حاجة عايزين ندخلها او نعمل لها انسورت على السلايد بتاعتي او على الشريحة بتاعتي على طول تلقائي لازم اذهب لقيمة ايه تمام قيمة انسورت تمام كده يا جماعة طيب انا دلوقتي عايزة ادخل صورة صورة يعني بيكتشر فانا بعمل قيمة بخش على قيمة انسورت وبختار بيكتشر تمام طيب قبل ما ادخل الصورة بتاعتي احنا اتفقنا في المحاضرة ان احنا فيه تلات انواع من الصور فاكرينهم تمام هافكركم بيهم قلنا ان السور لما اجي بخش على جوجل وبعمل سيرش على الصورة وبكتب اسم الصورة سواء باللغة العربية او بالانجلش اكتب جنب الصورة الامتداد بتاعه اللي انا عايزيه قلنا لو انا عايزة صورة عادية ومش يهميني بقى سكان في خلفية وراها او لا بكتب جي بي جي عادي ده الامتداد الطبيعي بتاع اي صورة تمام طيب لو انا عايزة صورة من غير خلفية دايما الصور لما نيجي ننزلها بيبقى وراها مربع ابيض كده تمام انا مش عايزة المربع الابيض ده عايزة الصورة تبقى تحس ان هي يعني ما فيش خلفية وراها خالص الشكل بس يعني لو صورة مدرس انا عايزة صورة المدرس من غير ما يبقى وراها المربع الابيض ده واي خلفية وراه تمام كده يا جماعة ده الصورة دي بتبقى بامتداد البي ان جي وهنشوفها دلوقتي طيب النوع الثالث من الصور إن أنا عايزة صورة متحركة يبقى فيها فيه صور كده لما تيجي تحطها في الpowerpoint وتعمل شو سلايد أو شو للعرض يعني عرض للسلايد بتاعك أو للبرزنتيشن بتاعك بتلاقي الصورة نفسها بيبقى فيها animation كده بتتحرك في حاجات بتنور مثلا لو شخص يبقى بقه بيتحرك إنه بيتكلم الحاجات الجميلة دي ده امتداد اسمه GIF GIF تمام كده طيب تعالوا نعمل عملي أنا كده دخلت على جوجل ونزلت الثلاث أنواع من الصور تعالوا نعمل insert لها فهخش على insert picture وطبعا بيقول انت حفظة الصور دي فين طبعا أنا حطاها في مكان أنا عارفة وعارفة المكان فين وبخش عليه على طول وبختار المكان تمام طيب أول حاجة اللي هي الصورة العادية اللي بامتداد الجي بجي شايفين اللي امتداد ده ده الاسم كل ده الاسم ودي اللي امتداد في الآخرة هو اسمه جي بي جي شايفين يا جماعة دي صورة عادية جدا لتتشر او مدرس تمام وبتنزلي بالشكل ده طيب أنا عايزة أصغر حجمها الحجم كده كبير قوي غطت للسلايد كلها شايفين الدوائر الدوائر اللي في الزوايا دي الدائرة دي لو أنا وقفت عليها كده لغاية بسل كرسل بتاع الموز بتبقى عاملة ازاي بتبقى سهم لي رأسين كده تمام أعمل بقى كليك كده واشد بيتحول إلى علامة الزائد السودة دي وأقدر أسحب وأشد وأصغر الحجم وأزبطه زي ما أنا عايز تمام طيب أنا مش عايزة الجزء اللي فيك كتابة من تحت ده مش عايزة أعمل ايه إحنا قلنا أول ما بنقف على أي حاجة تلقائي هو بيروح محولني على قايمة ايه فورمات يعني تنصيق طيب أنا عايزة أقص الجزء اللي من تحت دي شايفين علامة الكروب دي شايفينها دي معناها قص بيقص الجزء اللي انت مش عايزة أول ما بتدوسي عليه بيروح أعمل لي الشرط السودة اللي حوالين الإطار دي وأبدأ إن أنا أسحب الجزء اللي أنا مش عايزة يعني بصوا أنا مش عايزة الجزء ده كده لكن الباقي تمام واروح رجع دي ستاني على كروب خلاص اختفى الجزء اللي في الكتاب تمام أقدر أسحبها وحطها هنا طيب هو كده بس ما فيش أي فورمات تاني ممكن أعملها لا فيه بصوا هو بيديني برضو ستايل فاكرين التكست برضو لما دخلنا وعملي عليه ستايل وأشكال هي نفس القصة أنا برضو لو دست هنا على الستايل بيديني إنتي عايزة الصورة دي تظهر إزاي فأنا مثلا لو عملتها كده أو مثلا لو عملتها كده بصوا بيعملها دي إزاي أو لو عملتها كده أو لو عملتها كده أو لو عملتها كده بقدر بقى أن أنا أتحكم في الصورة وحط لها للستايل اللي أنا عايزة بصوا كده مثلا تمام فخلاص ماشي أنا محتاجة الشكل ده تمام طيب بس كده لا فيه برضو جزء تاني خاص بالفورمات بتاع الصورة زي مثلا الإضاءة بتاعته بيديني بيديني مثلا أشكال أهو في الإضاءة أختار ده أختار ده لو أنا عايزة أفتح شوية أغمى شوية لا طب مش هاجبني أخلي الكونتراست أعلى شوية بيعني إيه بيزبط للإضاءة نفسها بتاعت الصورة تمام لغاية ماوصل للشكل اللي حس إنه هو هيبقى كويس في العرض تمام فأنا مسلا هختار ده كده تمام خلاص طيب إيه تاني آآ يعني بقى برضو هنا بيديني تمام بقف عليه برضو بيبدأ بقى يدخلني على حاجات تخصصية شوية يعني اللي يقولي بقى مثلا إيه طب إنتي عايزة تقطاعي طب حجمه تتحكمي في حجمه بالسنتيمتر وتضبطي حجمه بالزبط والكلام ده كله تمام فالحاجات دي يعني إيه أنا وفضل إن أنا إيه يعني أعملها بإيدي أحسن كده بشكل مانيوال يعني تمام كده يا جماعة طيب ده أول نوع من الإيه من الصور طيب تعالوا ندخل بقى صورة آآ مدرس بس تكون بي إن جي فهنخش على قائمة insert و picture وهدخل الصورة اللي أنا منزليها بصوا أنا لو قفت عليها برضو واسمه وفيه في الآخر بي إن جي أهي لو شايفنا تمام يا بس نازل على السطر التاني بس هي جنب بعضها بي إن جي فلو دست عليها كده وقلت له insert بصوا يا جماعة بقى صورة المدرس بقى هنا بصوا من غير خلفية خالص تحس إن هي إيه مندمجة معايا في السلايد وده بينفعني بقى لما كنت بعمل بقى حاجات للأولاد وعايزاهم يحسوا إن الدنيا كلها مندمجة مع معضها فأنا حطى مدرس مثلا هنا بيشاور فأنا مثلا ممكن أكون إيه أكتب كلمة هنا أو صورة والمدرس بيشاور عليها فيحس الطالب أو المتعلم اللي معايا اللي أنا بعمله البرزنتيشن إن أنا بعمله حاجة حقيقية ووصله الفكرة بشكل أفضل طبعا تمام؟ طيب تعالوا نخش نشوف تالت نوع اللي هو insert picture جيف بقى اللي هو الحاجة المتحركة بصوا الصورة دي امتدادها جي آي اف ودي كمان جي آي اف تمام؟ تعالوا طيب نشوف الجيف هنا ونقول insert أهو برضو بصغاره وبحطه في المكان اللي أنا عايزاه تمام؟ يعني بصلا أنا هعمل كأن المدرس بيشاور على الكتاب تمام كده يا جماعة؟ طيب تقولي لي إيه؟ ما بتتحركش ولا حاجة يا ميسا هي؟ يعني عادي يعني أقولك لا الجيف أو الانيميشن أو الحركات ما بتظهرش في الديزاين في مرحلة التصميم اللي احنا بنعملها دلوقتي أما لتظهر إمتا؟ تظهر لما خش على مرحلة الشو العرض فأنا لو دخلت دلوقتي على الزرار اللي تحت دوة اللي اسمه slide show لو دست عليه بصوا بقى اهو الانيميشن ظهر معايا بصوا كتابه لما جعرت بقى على الولاد ايا دي الحركة اللي هتبين غير طبعا الانيميشن اللي انا هضيفه بقى على بقية الحاجات والعناصر اللي موجودة في slide اللي هناخده إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله تمام؟ طيب أنا عايزة أخرج من حالة الشو دي هتأعمل إيه؟ أدوس على زرار الـ skip من الكيبورد تمام؟ أرجع تاني لمرحلة الدزاين بتاعي أرجونا أنا نكون أفدتكم في موضوع الـ insert picture واستنوني في باقي الفيديوهات إن شاء الله